جو تيتشر تعليم بلا قيود بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين طلابنا طالبان في كل أنحاء المملكة جيل 2006 الله يحييكم جميعا معكم الأستاذ جمعة عياش على منصة جو تيتشر هذا الفيديو خاص في طلاب جيل 2006 وفي هذا الفيديو إن شاء الله رح نضع خطة لهذا الجيل للعام القادم الله يحييكم جميعا طيب وهذا الفيديو جيل 2006 خاص بالفرع العلمي هذا الفيديو خاص بالفرع العلمي تمام أستاذ تمام خلينا نحط خطة نتعود دائما مع طلابي طالباتي أني أضع دائما خطة نشتغل عليها ما بزبطش نشتغل بشكل عشوائي فهذه إن شاء الله خطة لدراستنا ولختم المادة بسم الله نبدأ طيب أولا نتحدث عن مادة التأسيس البطاقة أول ما نشتريها من منصة جو تيتشر ونبه طبعا إنه تصوير جديد لجيل 2006 أي طالب بحمل بطاقة 2005 التصوير ملغي رح ينعمل الآن تصوير جديد لجيل 2006 لا تقول لي أستاذ أنا أحضر تأسيس جيل 2005 الآن كل التصوير رح يكون جديد الدوسيات رح تكون جديدة هناك تعديل كبير على الدوسيات فيه تعديل على الدوسيات وتعديل كبير على التصوير تمام حتى التصوير ما بدي أعدل عليه تعديل رح أشرح الآن وأصور من الصفر تمام تمام الآن التأسيس أول ما نجيب البطاقة تحتوي على ثماني حصص تأسيس كم حص التأسيس؟ عبارة عن ثمانية تمام؟ حلو الآن أول خمسة خمس حصص هذول تأسيس بشكل عام تحليل إلى العوامل إعادة تعريف القيمة المطلقة كيف نطلع مجال الاختران سواليف كثير ابنحتاجها دائما في المنهاج ويحتوي على ثلاث حصص تأسيس لوحدة التفاضل وهي الوحدة الأولى الأولى وحدة التفاضل عليها ثلاث حصص تأسيس إذن هذول الثمن حصص شاملات إلى تأسيس بشكل عام معلومات بشكل عام نحتاجها وثلاث حصص هذول تأسيس لمين للوحدة الأولى وحدة التفاضل كل ما تعلمته بالصف العاشر بالصف الأول ثانوي يتعلق بوحدة التفاضل راح نشرح لك إياه من الصفر ويحتوي هذا التأسيس التفاضل عن نهايات لخطوة الأولى الثانوية على الاتصال قواعد اشتقاق تعريف المشتقة كل هذه الأمور بالتفصيل موجودة بثلث حصص تأسيس تمام أستاذي؟ تمام عبارة بس عبارة عن مادة التأسيس بشهر خمسة ما راح أنزل ولا حصة تتعلق بالمنهاج بعض الطلاب الآن يجوز يقول لي أستاذ متحمسين كثير يا أستاذ ليش نزل على المنهاج يلا بدنا نلحق لا 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 ما بدنا امسابقة ما بدناش أول شيء يستاذي لا تنسى إنك الآن طالب أول ثانوي وعندك الآن إدراسة وعندك امتحانات ونحن الآن في نهاية فصل ما بدي الآن أعطيك تأسيس ونزل لك المادة وأضغطك بتبطل تلحق لا بدنا الآن نتفرغ من الأول ثانوي وتنتهي السنة على خير مشان نتفرغ للتوجيه فأنا بشهر خمسة بس عبارة عن تأسيس هذول الثمن حصص الآن خلال شهر خمسة بتكون خاتم لي إياهم هلأ بدون أنا ما أضع لك إليهم برنامج هذول ما بدين برنامج ثمن حصص هو الزحن على مدار الشهر تمام لو حضرت أستاذي كل أسبوع حصطين مش غلط مثلا ممكن أنا أحط برنامج لنفسي الاثنين والأربعاء يوجد حصط رياضيات تأسيس كل اثنين وأربعاء احضر لك حصطين خلال شهر خمسة بتكون مخلص مادة التأسيس تمام أستاذي تمام الآن ننتقل إلى ولا تنسوا شغلي بديها منكم تعلموها دايما بالرياضيات علشان يصير وضعك بالرياضيات كويس الرياضيات بالورقة والقلم قوعك تحضر الحصة زي اللي قاعد بحضر وبتابع مسلسل تركي الله يرضى عليك بيضبطش الحصة اللي بتحضرها عندك رح نزلكوا هذا التأسيس رح نزلكوا مياه على المنصة بي دي اف الحصة بعد ما تحضرها يا أستاذي بتجيب ورقة وقلم وبتحل بإيدك بتعيدها عن طريق الكتابة الرياضيات ممارسة كل ما كتبت بإيدك كل ما استفدت أكثر أما إياك تركن أستاذ أنا حضرت الحصة وفاهمها مية بالمية ما في داعي للورقة والقلم أنت غلطان لأنه بالورقة والقلم أستاذ تتعلم على السرعة إيدك بتأخذ على الكتابة بالورقة والقلم رح تقع بأخطاء لا على البال ولا على الخاطر أنت مش من تبهلها ولما بتحل قارن حلك مع الدوسية شوف وين الخطوة اللي أنت وقفت عندها شوف وين نقطة ضعفك وتعلم منها أما تعتمد احذرت الحصة والله فاهمها خلاص لا الورقة والقلم بتثبت الحصة عبارة عن تثبيت الورقة والقلم عبارة عن تثبيت للحصة اكتشاف وين الأخطاء اللي أنا بقع فيها تعطيني سرعة بالكتابة فلا بد من الورقة والقلم تمام تمام أستاذي طيب اخلصنا بالموضوع إيش موضوع التأسيس ننتقل إلى الرياضيات حط ببالك شغلة الرياضيات ليست مادة صعبة رح تنبسطوا عليها وإن شاء الله وبوعدكم الطلاب اللي عنده عقدة بالرياضيات وبكره مادة الرياضيات معانا إن شاء الله رح تكون عنده أحسن مادة ويا ما طلاب يجونا ساذا أنا عندي عقدة بالرياضيات قسما عظما إنه بعض هذول الطلاب الآن هما معلمين في المدارس تخصصهم مادة الرياضيات ما في إشي مستحيل ما في إشي صعب ولكن بدك تتعب على نفسك ما في إشي بيجيب بلاش اقلع شوكك بيدك تمام تمام أستاذي شو مكان ضعيف شو مكان مستواك إحنا رح نشرح لك من الألف إلى الياء بس بدي منك متابعة أنا لوحدي ما بكفي بدك تحط إيدك بإيدي ومع بعض بنوصل إن شاء الله وبنحقق أعلى العلمات طيب ننتقل الآن هذا بالنسبة إلى مادة التأسيس طيب ولا يعني إني خلصت مادة التأسيس إني بس أدخل على المنهاج ما في تأسيس لا التأسيس اللي إنت حضرته ثمن حصص هو تأسيس بشكل عام أثناء المنهاج ثق تماما أي معلومة تتعلق في صف سابق إن شاء الله صف خامس ابتدائي صف سادس صف رابع بنعيد شرحها تلقاني وأنا بشرح بالمنهاج بعمل لك ريفرش على السريع بعيد لك المعلومات السابقة يعني أنا بشرح من الصفر ما بفترض إنه هذا الطالب توجيهي هذه المادة بيعرفها من التاسع أو بيعرفها من الثامن لا 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 إحنا بنعطيك شرح من الصفر تمام يعني ما تشيل هم إنه أنا كن ضعيف في صفوف سابقة طيب الآن المنهاج مادة الفصل الأول للفرع العلمي تتكون من ثلاث وحدات كم وحدة ثلاث وحدات الوحدة الأولى اسمها التفاضل الوحدة الثانية اسمها تطبيقات التفاضل والوحدة الثالثة اسمها الأعداد المركبة كم وحدة مطلوب مني مطلوب مني ثلاث وحدات طيب الوحدة الأولى عنوانها التفاضل رح نحط الآن خطة متى رح نبلش فيها متى رح ننهيها إلى آخره ولكن قبل مبدأ بالخطة كثير من الطلاب يتسأل أستاذي الكريم وين أدرس شو المصدر اللي أنا بدي أعتمد عليه لأنه مطلوب من الطالب في مادة التوجيه كتابين كتاب الطالب وكتاب التمارين أقول لطلابي خطيتك برقبتي خطيتك برقبة أستاذ جمعة الدوسية اللي بين إيديك اللي أنا معدلك إياها تشمل الكتابين كل شيء موجود بالكتابين كتاب الطالب كتاب التمارين موجود عندك كامل بالدوسية معنى كلامي ما في داعي على الإطلاق ها نفتح الكتابين ما في داعي ندور على أسئلة خارجية الدوسية شاملة للكتابين شاملة لأسئلة خارجية إذن كافي وزيادة تمام تمام يا أستاذي إذن المصدر اللي رح ندرس عليه هو الدوسية اللي موجودة بين إيديك ما ندور على مصادر ثانية ما ندور على مصادر ثانية شاملة نعم شاملة طيب بسم الله نيجي على الوحدة الأولى عنوانها التفاضل خطتنا لهذه الوحدة هذه الوحدة إن شاء الله رح تكون خلال أستاذي الكريم رح تكون خلال شهر ستة زائد شهر سبعة الوحدة الأولى خلال شهر ستة وخلال شهر سبعة طبعا هذه الوحدة التفاضل تقريبا ما يعادل تقريبا من عشرين لاثنين وعشرين ثلاث وعشرين حصة بين العشرين والثلاث وعشرين حصة تمام الحصة معدلها الحد الأقصى عندي للحصة معدل ساعة ونص ممكن الحصة تكون ساعة وربع ساعة وثلث الحد الأقصى هو ساعة ونص طيب بواقع أكم حصة تقريبا قلت لك تقريبا ها ناخد معدل اثنين وعشرين حصة تمام الان رح نبلش فيها بشهر ستة بداية شهر ستة الأيام اللي بتنزل فيها الحصة أحد هاي برنامجنا وثلاثاء وخميس يوم بعد يوم هذا هو البرنامج اللي رح نشتغل عليه ابتداء من شهر ستة يعني الأول أحد من شهر ستة بتنزلك أول حصة بالمنهاج في وحدة التفاضل معناته كل أسبوع رح يكون عندك أكم حصة ثلاث حصص كل أسبوع بنزلك ثلاث حصص تمام يعني خلينا نقول معدل في الشهر بنزلك إطناش حصة طيب أنا معطيك شهر ستة زائد شهر سبعة يعني أنا معطيك شهرين الشهرين بتأخذ فيهم أربعة وعشرين حصة معناته ممكن يظل معنا أسبوع زيادة هذا الأسبوع عبارة عن مراجعة مراجعة الوحدة الأولى مع عمل اختبار بنعملك فيها امتحان إن شاء الله هاي بالنسبة للوحدة الأولى وهي وحدة التفاضل حلو الكلام حلو الكلام إذن أول حصة بنزلها من وحدة التفاضل من المنهاج أول أحد من شهر ستة وتتابع الحصص على هذا النظام كل أحد ثلاثاء خميس بتنزلك حصة كل أسبوع ثلاث حصص بالشهر ناشر حصة الشهرين عبارة عن أربعة وعشرين حصة إحنا عنا تقريبا من عشرين لثلاثة وعشرين حصة الوقت لزيادة اللي بظل معنا من راجع فيه الوحدة الأولى مع عمل اختبار تمام؟ تمام يا أستاذ هاي خطتنا أستاذي للوحدة الأولى اللي هي التفاضل طيب ننتقل إلى الوحدة الثانية الوحدة الثانية من المنهاج تطبيقات التفاضل تطبيقات التفاضل معدل يا أستاذي يعني بقول لك تقريبا معدل معدل عشرين حصة معدل أكم حصة معدل عشرين حصة هذول إن شاء الله خلال الأشهر التالية إحنا هناك أخذنا شهر ستة وسبعة معنده عندنا شهر ثمانية مزبوط أخذنا هناك ستة وسبعة ديكون عندنا معناته شهر ثمانية وعندنا أستاذي شهر تسعة وبنفس النظام كل يوم أحد وثلثاء وخمس ثلاث حصص بالأسبوع بالشهرين عندي أربعة وعشرين حصة تمام وعندي هون ما يعادل عشرين حصة إذن مع أي أسبوع زيادة هذا الأسبوع لزيادة هو عبارة عن زي ما شرحنا سابقا عبارة عن مراجعة الوحدة كاملة مع عمل اختبار وطبع رح تشوفوا بالدوسية نهاية كل درس نهاية كل درس هناك ورقة عمل هناك ورقة عمل نهاية كل درس خلصنا الدرس الأول عليه ورقة عمل ورقة العمل عليها QR محلولة كاملة تضغط عليه QR بطلع لك فيديو بشرح لك ورقة العمل كاملة ولكن علمكم شغلة بيحلول أوراق العمل أوراق العمل هي ورقة العمل للطالب وليس للمعلم حلو الكلام ورقة العمل أقيس حالي مدى فهمي لهذا الدرس الطالب لما بيختم مثلا الدرس كامل المفروض يحل ورقة العمل لوحده حاول لوحدك ادخل ورقة العمل فيه سؤال ما عارتش تحله غيب عنه ورجع له مرة تانية ما عارتش تحله غيب عنه ورجع له مرة ثالثة ما عارتش تحله غيب عنه يوم يومين ورجع له بتعرف شو صار عندك أصبح لدينا عنصر التشويق والله يا أستاذ إني أنا كثير متشوق بقول لك لإيش والله حاب بعرف حل هذا السؤال بقول لك ليش متشوقي كثير أستاذ لإني حاولت فيه مرة ومرتين وثلاثة ومعرفتش فصار عندي حب تشوق لحل هذا السؤال لما يصير عندك عنصر التشويق تضغط على QR بطلع لك الأستاذ جمعة شو بيك لبيك أستاذ جمعة بين يديك تفتح على السؤال اللي بدك إياه تلقى الحل تعرف الآن بعد ما تتشوق وتشوف حل هذا السؤال اللي أنت معرفتش تحله عمرك بحياتك ما رح تنساه ليش لأنك أنت تعبت عليه وبالتالي بظل مخزن هون مستحيل تنسى فكرته أما اسمعوا أخطاء الطلاب طريقة الدراسة خلص الدرس الأول فتح على ورقة العمل الأخ على طول فتح على ورقة العمل وكبس على QR ما قلوا شو بتعمل قال بدي أحضر حل ورقة العمل طب إحنا شو استفدنا وليش إحنا عاملين لك ورقة عمل قاعد بتحضر لي بالفيديو مسلسل بتحضر فيه يا جماعة هي غلط هذه ليست طريقة دراسة سليمة للرياضيات يجب أنك تتعب على ورقة العمل تتشوق للحل إعجزة افتع الفيديو والسؤال اللي عرف تتحله ولقيت الجواب مطابق لأنه إحنا بدي أحضر لك الجواب النهائي لكل سؤال إذا جاوبك الإجابة طابقة الجواب ليش تفتع الفيديو وشو بدك فيه صح وفر وقت على نفسك إذن افتع السؤال اللي أنت عجزان عنه تمام أستاذي تمام هكذا نتعامل مع أوراق العمل و بهاي المناسبة بدي أعلمكم طريقة دراسة الرياضيات على سبيل المثال الدرس الأول بيأخذ معنا أربع حصص كم حصة بيأخذ أربع حصص إحضرت الحصة الأولى بعد ما تنتهي بتابحها بالورقة والقلم بإيدي عشان أتعلم طب إحضرنا الحصة الثانية براجحها بالورقة والقلم إحضرت الحصة الثالثة راجعناها بالورقة والقلم إحضرنا الحصة الرابعة والأخيرة في الدرس الأول نراجحها بالورقة والقلم طب انتهى الدرس الأول إيش نعمل هل ننتقل للدرس الثاني الإجابة لا هلأ انت الدرس الأول أخدته على أربع دفعات مقطع بدي ألم الأفكار واجمحها مع بعض فبتراجع الدرس كامل من بدايته إلى نهايته علشان بربط الأفكار مع بعضها البعض بيكون المثال مارق معاك أكم مرة مرتين بدل مرة واحدة الرياضيات ممارسة كل ما عدنا وكررنا كل ما تمكننا أكثر وبس عيد الدرس كامل وربط الأفكار مع بعض بروح على ورقة العمل وأحلها انتهى الدرس الأول مع ورقة العمل ننتقل للدرس اللي بعده الدرس الثاني وهكذا انتهت الوحدة مراجعة الوحدة كاملة شوف المثال أكم مرة صار مارق معاك عدة مرات توصل لمرحلة تطلع على المثال والله يا سيد حافظ الجواب النهاي حافظه بالأرقام لأنك راجعت المادة عدة مرات وتعلموا مني شغلة أي موضوع جديد عليك بتدرسه لأول مرة وضعك بيكون مكركب أستاذ بخربط بين الأفكار بقولك عادي بيجي بيسألني بقولك وضع طبيعي أستاذ بقولك بخربط بين الأفكار والأفكار كثيرة بتقولي وضع طبيعي لأن المادة انت بتدرسها لأول مرة لما بتنعاد مرة ثانية وثالثة ومنكرر الإعادة تتمكن منها بتصير انت تلعب بالمادة بدل ما المادة بتلعب فيك فالرياضيات ممارسة كل ما عدنا كل ما كررنا كل ما تمكننا تمام تمام علمتك كيف طريقة الدراسة لمادة الرياضيات أوكي اتفقنا هذا بالنسبة للوحدة الثانية اللي هي تطبيقات التفاضل معانا شهر ثمانية معانا شهر تسعة تمام بجوز طالب يقولي يا أستاذ ليش ما تنزللنا ست حصص بالأسبوع خلينا نختم لا 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 مش مهاوشة ولم سابقة المادة بدأت تأخذ حقها لاحظ خليها يوم بعد يوم لأنه في عندي يوم دراسة أنا بدناش ورا بعض ومسلسل وبدنا نخلصه تمام تمام أوكي ننتقل الآن إلى الوحدة الثالثة والأخيرة وحدة الأعداد المركبة وحدة دمها خفيف ولطيف تقريبا معدل معدل ربما هذه الوحدة بتوقع بجوز فيها 14 حصة تقريبا ها ما حد يحسبني على الرقم اللي بحطه على اللوح تمام معدل 14 حصة اللي هي رح تأخذ معاك شهر عشرة لمنتصف شهر 11 صح؟ لأنه شهر عشرة بيعطيك 12 حصة أنه شهر 11 بداية شهر 11 بدايته أول أسبوع من شهر 11 بتكون خاتم المادة وخلي كمان أسبوع يا أستاذ مراجعة للأعداد المركبة تمام؟ يعني أستاذ منتصف شهر 11 بتكون منهي مادة الفصل الأول مع مراجعته منتصف شهر 11 إنهاء إن شاء الله المادة للفصل الأول يا عيني عليك هذه خطتنا اللي ماشينا معاك فيها كيف الآن عندي أكم وحدة ثلاث وحدات أعطينا خطة للتأسيس خطة للفصل الوحدة الأولى تفاضل الوحدة الثانية تطبيقات التفاضل الوحدة الثالثة الأعداد المركبة وهذا اللي كتبت لك إياه على اللوح أكيد أنا إن شاء الله رح ألتزم فيه يا أستاذ طيب اتعلمنا طريقة الدراسة طيب يا أستاذ الدوسية متى بتنزل؟ متى بتنزل الدوسية؟ أوكي إن شاء الله أول ما نيجي نبدأ بالمنهاج الدوسية بتكون متوفرة يعني بداية شهر ستة بتكون الدوسية للوحدة الأولى احنا بننزل وحدة وحدة اللي هي وحدة التفاضل بتكون بإذن الله متوفرة بكل أنحاء مكتبات المملكة متوفرة في جميع المكتبات من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب هاي بالنسبة للدوسية أنا حبيت بهذا الفيديو أحكي كل شي هي تساؤلات الطلاب متى بنبدأ متى بننتهي متى الدوسية متى بتيجي فوزية كل هاي الأمور قاعديني بنحكي فيها كيف ندرس الرياضيات الرياضيات بخوف ما بخوف الرياضيات ما بخوف أنت اللي بتخوف بس دير بالك على حالك الرياضيات بإذن الله سهلة رح نعطيك الرياضيات بأسلوب مش حفظ ما رح تحفظ عندي عن غير الرياضيات إن شاء الله رح تعشقها الرياضيات رح نخذتها بأسلوب الفهم والاستيعاق وليس أسلوب البصم والحفظ تمام طب أستاذ وطريقة التواصل نعم كيف نتواصل يا أستاذ معك طريقة التواصل حلو طريقة التواصل رح يكون عندنا إن شاء الله إجروبات رح يكون عندنا إجروبات على الواتس في عندنا جروبات على الواتس تمام مجموعة جروبات هذه الجروبات متى موعدها شو رقم التلفون بسيطة رقم التلفون هاي الجروبات اللي هو أستاذي صفر سبعة سبعة صفر ثلاثتاش ثمانية خمسة سبعتاش تمام الآن هذا الجروب رح يفتح بعد انتهاء امتحان الرياضيات لجيل 2005 أنا ما رح أخدم تزعلوش مني ما رح أخدم طالب 2006 على حساب طالب 2005 احنا الآن شغالين مع طلاب 2005 ما رح الآن أفتح جروبات ل2006 حاليا وعندي الآن جيل 2005 لسه ما متحن يا أستاذي لا وإنتو العام القادم رح تحكوا نفسي الكلام يا 2006 رح تقولوا يا أستاذ جمعة دورنا إحنا 2006 هضمت حقنا ليش تفتح لجيل 2007 نعم فإحنا الآن ربا عبا إنت امتحان الرياضيات يعني خلينا نقول تقريبا منتصف شهر سبعة سنقوم بفتح هذه لجروبات تمام تمام طب أستاذ متى نبعث لهاي لجروب الآن بقدر الآن أي طالب جاب البطاقة طبعا بدي يبعث اسمه الرباعي بدي يبعث الاسم الرباعي وبدو يبعث صورة تمام بدي يبعث صورة عن البطاقة أو عن التسجيل بيبعثوا لهذا الرقم من الآن الآن بضيفوك على الجروب الآن سيتم عمل الجروبات ما عندنا مشكلة بس متى رح نتعامل مع هاي الجروبات ومتى ترح تفتح الجروبات وشو التفاصيل في الجروبات هذا موضوع لمنتصف شهر سبعة بس ينتهي جيل 2005 إن شاء الله سنتحدث بالتفصيل عن طريقة التعامل مع هاي الجروبات بتجاوب على استفسارات الطلاب بنعمل فيها اختبارات أوراق عمل التواصل مع الطلاب رح يكون عن طريق هاي الجروبات أي معلومات جديدة أي إرشادات كلها بتكون عن طريق هاي الجروبات تمام أستاذي؟ تمام التمام طيب شو في ظل عندكم أشياء بدكم تسألوني عنها حكينا عن الدراسة حكينا عن المواعيد حكينا عن طريقة التواصل وحكينا إن شاء الله تقريبا عن كل شيء هذا بهذا الشكل معناته ننهي إن شاء الله كل التوفيق لجيل 2005 ربنا يقويكم ويعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته